بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله وبعد في هذه الحياة الدنيا يبحث الإنسان دائما عن سبيل النجاح في الدنيا وفي آخرة الله سبحانه وتعالى وبين يديه إذا نظرنا في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد وصية غالية في هذا الأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها إنه لم يكن نبي قبلي إلا أخبر أمته عن خير ما يعلمه لهم ولم يكن نبي قبلي إلا أخبر أمته عن شر ما يعلمه لهم وإن أمتي قد جعلت عافيتها في أولها ثم أمور تنكرونها يعني تكثر البلاءات وتكثر الفتن كيف النجاح من كل هذه البلاءات وهذه الفتن يبين صلى الله عليه وسلم كيفية النجاح فيقول صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يلقى الله غدا مؤمنا يعمل رقم واحد فلتأتيه منيته يعني الموت وهو مؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ المسلم على إيمانه بربه سبحانه وتعالى وإيمانه الصادق بالدين وبالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقدر وباليوم الآخر حتى إذا ما أته الموت وهو على هذه الحالة أتاه وهو قد حفظ قلبه من كل هذه الفتن والاختبارات التي يتعرض لها في هذه الحياة الدنيا يحافظ المسلم على هذا القلب وهذا الإيمان إبه هذا هو الأمر الأول الذي به نجاة المؤمن ثم الأمر الثاني الذي به نجاة المؤمن في هذه الدنيا هو كما قال صلى الله عليه وسلم وأن يؤدي للناس ما يحب أن يؤدى إليه وهو في المعاملة في معاملة الخلق أي أن تحقيق الإيمان بالقلب ليس كافيا إلا أن يصدق ذلك العمل إلا أن ينعكس ذلك على معاملات الإنسان أن ينعكس في أخلاقه أن يصدق مع الناس أن لا يغضر أن يتعامل بالصدق أن يتعامل بالأمانة أن يتعامل بالعفة أن يرى الناس في معاملاته إسلامه أن يروا إيمانه أن يروا حسن خلقه لأن حسن الخلق هو ثمرة الإيمان الصادق وثمرة العمل الصالح والعبادة المخلصة لله سبحانه وتعالى طيب ما هو معيار هذه المعاملة يحددها صلى الله عليه وسلم بقوله أن يؤدي للناس ما يحب أن يؤدى إليه أن يعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس هذا هو المعيار الناس يحبون أن يروا منك الخلق الحسن وأنت تحب أن ترى من الناس الخلق الحسن تحب الصدق في الأقوال والناس يحبون الصدق في الأقوال تحب الأمانة في المعاملات المالية وتحب البر وتحب الصلة فاجعل نفسك معيارا لمعاملة الناس ما أردته منهم أبذله لهم إذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما تحب أنت لنفسك اجعله صدقة بين يد الله سبحانه وتعالى إن هذه هي أفضل الصدقات لماذا؟ لأن المسلم بهذا الأمر تغلب على نفسه تغلب على شهوة نفسه تغلب على حبه للدنيا تغلب وقدر أن يعطي الناس في حين أنه يحتاج هذا الأمر في حين أنه يعني يحب أن يكون له هذا الأمر فيؤثر محبة الله سبحانه وتعالى على ما يحب هو في معاملات الناس ويصدق بهذا الأمر مع الله سبحانه وتعالى يبقى إيمان صادق ومعاملة حسنة جيدة للمسلمين كافة ولم يحدد صلى الله عليه وسلم كما جنس هؤلاء الناس بل طلب حسن المعاملة كما يحب الإنسان أن يعامل مع جميع الناس مسلمهم وغير المسلم الكبير والصغير الغني والفقير كل الناس في هذه المعاملة الحسنة سواء هذان هما المعياران الذين حددهما صلى الله عليه وسلم لنجاة المؤمن في الآخرة ثم إذا عامل الإنسان ربه بإيمان صادق ثم إذا انعكس هذا الإيمان على معاملاته فتعامل مع الناس كما يحب أن يعامله الناس كان من السعداء في الدنيا لماذا؟ لأنه بذلك يكون قد صلح الدنياه وصلاح الدنيا هذا ينصلح به أمر الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين